عقد في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر لمناقشة أزمة تمويل برامج اللاجئين سوريين تناول معاناة اللاجئين على صعود عدة ودور الدول المستضيفة بين نجاح مثبت وأخفاق محتمل في حال نقص المتطلبات اللازمة إضافة إلى دور المجتمع الدولي للحد من تفاقم الأزمة المزيد في سياق هذا التقدير في أزمة إنسانية مركبة مثل الأزمة السورية لمكان للتأخر عن المساعدة الإنسانية العاجلة رسالة واضحة أطلقها ممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية في مؤتمر عقد بالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة أزمة تمويل برامج اللاجئين سوريين والتحديات التي تواجه المجتمعات المضيفة واستعرض للمتحدثون التزامات الدول المضيفة المتفاوتة نحو اللاجئين والتحديات التي تواجهها هذه الدول أصلا في مجتمعاتها وأكدوا على الدور الكبير الذي قامت به دول مثل الأردن ولبنان وتركيا نحن طبعا عندنا مجموعة كبيرة من التحديات في موضوع الاستجابة الأزمة السورية خصوصا البلدان التي هي خارج أو تجاور سوريا أول حاجة التي نتكلم عنه النهاردة طبعا هو موضوع التمويل نحن وصلنا لحوالي 20 أو ما بين 20 و 30% ونحن وصلنا لنصف العام فده معنا فعليا أن نحن نقدر بس نلبي إحتياجات 20 أو 30% من المجموعات المستهدفة بهذه الخطة الاستجابة في البلدان التي هي خارج سوريا التقديرات الأولية بحسب المختصين تشير إلى الحاجة لنحو 5.6 مليار دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإقليمية الشاملة لأزمة اللجوء لعام 2018 لمساعدة 9 ملايين لاجئ بالإضافة إلى إعانة المجتمعات المضيفة وحتى الربع الأول من العام الحالي لم يتم تمويل سوى 28% من إجمال المتطلبات الأردن قطع شهود كبير يمكن أكثر من بلدان تاني في تأمين هذه الاحتياجات مش بس للاجئين ولكن المجتمعات المضيفة وإلى حد كبير نسمع ونتفهم الطلب لدعم المزيد من الدعم من المجتمع الدولي تكلفة أنك تساعد الشخص في المصدر قبل ما يروح وبالشكل اللي هو يساعد على حمايته كمان تفرق كثير أنه إذا الشخص طلع من سوريا أو إذا الشخص طلع من سوريا وقعد في المنطقة أو راح على مكان زي أوروبا وفي ظل غياب الحل السياسي للأزمة السورية يظل دعم المجتمع الدولي هو الحائل دون ضياع جيل كامل من السوريين فأكثر من نصف مليون طفل سوري ولدوا خارج بلادهم ولم يغفل المؤتمر عن المخاطر التي تحيط ببرامج محاربة تزويج الفتيات في سن المبكرة وعمالة الأطفال لا سيما الأولاد في حال شح التمويل مع هذه الحرب الوحشية المتواصلة في سوريا لا نزال نحتاج إلى دعم ضخم من المانحين وفي حال لم نحصل على هذا الدعم أخشى أن الأطفال هم أكثر من سيعانون فاليونسيف في الأردن قد تضطر إلى إغلاق ستين مركز لحملة مكاني حيث يستفيد أطفال اللاجئين السوريين إلى جانب الأطفال الأردنيين الفقراء من الخدمات المقدمة وتتوزع احتياجات اللاجئين على التحضير لمستلزمات فصل الشتاء ودعم نشاطات الطفولة ومستلزمات التوثيق والمساعدة القانونية فضلا عن الاحتياجات اليومية والخدمات الصحية والتعليمية يعقد المؤتمر لمناقشة أزمة تمويل برامج اللاجئين السوريين وتكلفة الالتزام الدولي بهم مترجما بالأرقام العواقب الإنسانية الوخيمة لأزمة اللاجئين خصوصا وأزمة السوريين عموما لأخبار الآن لانا رياض عمان